دكتور أيضاً كثير صار منتشر فيديوهات هؤلاء اللي يسموهن فلوغ يطلع يصور حاله مثلاً اللي عم يساول الأكل أو عم يروح على هالمطاعم وهذا المطعم بيقدم الأكلة الفلانية وهي الأكلة الطيبة وكذا كمان صار فيها تجيع وصار الناس يعني تتجيع أكثر لهذه الأشياء يعني أنه بيشوف هاد الفيديو بديروح أكل هاي الأكل وكذا يعني تشوف تنصح بشكل عام يعني أمام هالمغريات لجيل هالشباب يعني والله عزيزي ذني قضايا تجارية هذا يريد يربح براسي طبع يعني يخدعني يلا يربح هذا لا يعني ما نخدع بهذا لأن أعرف هذا ذني قضايا تجارية جاي من أجلها يعني ليش أجاء الثمن هنذكر مرة الديار مقدسة في مكة كان عندنا واحد دكتور متكلم متخصص بالقلب أنا كنت نسوي للرابط العمومية مع التطبيين راح الزوجته اشترت قميص لبنها فأجت شوفته قالي هسا تروحين ترجعي يش خالين دعائم على أحد الشركات قال أنا أطي فلوس وفلان شركة تستفاد مالك مرجعي فإحنا هذا نفس الجوار بجوار بقانا أنا دولة دولة يدورون فلوس يحصنون فلوس أنا يجب مرض نفسي على مدى دولة من يجي يدخل للفاستفود ويقول لك هذا أنا أكل كذا وأكل كذا وأكل كذا واحدة واردة ثانية قالت لان شون هذا ما يبقى طيب هذا أنت ما راح نشوفه فيه أسعت حالاته أنت راح شوفه يضحس حالاته أنا ما شجع الفساد يعني أحنا كأطباء ما لازم نشجع الفساد السمنة الزايدة وهذا فخر لا مو فخر أصلا مو فخر البقرة بتأكله هواية تسمنه هواية هذا مو فخر بالنسبة البقرة قد يكون فخر لأنه راح يبيعوها ثمن أغلى أنتوا يا بشر أنتوا راح تروحون إلى المقابر نتيجة هالتجارة الفاشلة